الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين كلنا نعلم أيها أحباب أن الله سبحانه وتعالى حين شرع الصوم وفرضه على المسلمين بيّن غايته قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومعنى التقوى هو أن يتقي الإنسان محارم الله سبحانه وتعالى وأن يبادر إلى الطاعات فالله عز وجل جعل الغاية والثمرة من الصوم هو بلوغ التقوى وهي اجتناب المحارم وإتيان وفعل الطاعات والمستحبات فلذلك يقبح بالإنسان أن يمسك عن المباحات التي أباحى الله سبحانه وتعالى قبل الصيام ويعني نهى عنها أثناء الصيام ثم بعد ذلك يبارز الله عز وجل بالمنكرات فليست الغاية من الصوم الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فحسب وإنما الغاية أن يبلغ الإنسان درجة عالية من التقوى فلذلك يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثب ودع أذى الخادم وليكن عليك يوم صومك سكينة ووقار ولا تفعل المنكرات أثناء الصيام فالإنسان أيها الأحباب إذا بادر إلى المنكرات أثناء صومه كأنه لم يفعل شيئا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرتقي بالإنسان في هذه العبادة العظيمة حتى يصل إلى أعلى درجات التقوى فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والجهل هنا يعني المعاصي عموما والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه كما أخرجه البخاري في صحيحه وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وهذا الحديث يفسر أن الإنسان إما أنه أخلى بالإخلاص الذي هو أصل العبادات أو أنه لم يلتفت إلى الغايات المحمودة التي تشرع من أجلها العبادات فلم يلتفت إليها وصار يؤدي العبادة عبادة يعني صورية بحتة لا ثمرة فيها فلذلك ينبغي للإنسان أن يعرف الحكم والغايات والعلل من هذه العبادات ويحاسب نفسه بعد كل عبادة هل أداها كما ينبغي أو لا